اشتركوا في القناة اكثر من تسعة وسبعين الف مترشح ومترشحة اذ ثوافد منذ الصباح الباكر المهتمين من المترشحين والمترشحات لاجراء الامتحان والهدف من ذلك كما يقولون هو تعزيز درجاتهم من خلال اجراء هذه المادة الالزامية اولا ومن ثم الاستمتاع بها كرياضة لاختبار مخزونهم من اللياقة امتحان الرياضة البدنية الذي يتقاعس عن ادائه اكثر من ثمانين في المائة من المترشحين يتمثل في سباقات المائة متر او رمي الجلة اي الكرة الحديدية متفاوتة الحجم بين ثلاثة الى خمس كيلو جرامات والحجم حسب الجنس فئتي الذكور والفتيات منسق الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات اب بكر حسب الله خلال استطلاعه لمراكز الامتحانات صرح ضاحضا لمقولة ان المترشح يبقى حرا بين القيام بهذا النشاط او الاستغناء عنه اذا اجراء امتحان الرياضة البدنية الزامي ويدعج ضمن درجات الممتحن لسد نواقصه من الدرجات في بقية المواد التي الزم نفسه على اجرائها ما يتوجب على المترشحين التوجه الى المراكز لاجراء امتحان المادة